اشتركوا في القناة 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 وحنا غاديين مازال كل هانتو مازال ما بينش الاتار ديالما سدبها ديالما مشان نقسب زفو حد شكل فاضي الله يجعس يا داربي يرحمنا برحمتو هي وخكينا الخضورية وكينا تكبل لساشة زوينها كي ندرو فيها الخضار ودرو فيها يعني كل شي يعني كي ديرو خيزو كي ديرو الفول كي ديرو اللفت كي ديرو الدلاح كي ديرو كل شي ولكن كل حاجة وبلاستها الصراحة البلاستها واللي فينا كنشوفو احنا فيها الماء ديال السد يعني في شكل صراحة جدنا في شكل الخطر كي تدربني كتشوف الخطر كي يدرك وما كتلقى ما تدير يعني كتبقى دير دعاء وصافي شوفو هاد المسافة هانتم شوفو المساحة كبيرة بزاف 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 للتذكير هدا صد الحسن الاول اللي حدا الخميس ديال سيدي عب جليل الصد شوية غا يبدا يبان بعيد حتى دك دك الجبل اللي صغير ثم غا يبدا يبلينو راه شوية دلماء هانتم الى بلكم هانتم راه شوية ديالزرقية شتوفين مشا يعني بدعاد بزاف بواحد شكل راهيب هانتم ده بصافي غنظرو ما يبقاش يبلينو صافي وهناك ندخلو في طبيعة طبيعة زوينا الصراحة يلكم الله سبحانه وتعالى نطلبه ربي يكمل بالخير ويعطينا اشتيوا يرحمنا وتعمر السدود ويكتر الماء يعني راه الله سبحانه وتعالى هو اللي قذب هاتشي احنا ما عدنا قدر لهاتشي كنطلبه الله وديروا الدعاء الله يخليكم اللي شاف الفيديو يدير الدعاء ويطلب الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمتهم هاد البلاسة هدي دب احنا قربنا لبير طمطم الناس اللي كيعرفوا بير طمطم يعني ذاك ساقطعت الكاميرا شوية وصلنا هنا فاش قربنا لبير طمطم عاد شعلتها هدي بير طمطم الناس اللي كيعرفوا الطريق راه غادي يعرفوا بير طمطم ضرناه هنا في هالدورة هنا باش غندوزكم معا وتعاني على السد على الفاسي صراحة الانسان منيك تكون الوقت ديال الطبيعة كيبغي يمشي يشوف هكا كيبغي يمشي في الطرق الوطنية باش كيشوف ما فاش الانسان كيبشي في الطرق الوليدات كي نعسو حسا فيما ما كيي القوم يشوفوا هم اللي كيبغيوها كيشوفوا الطبيعة كيبشي وكي تلوها كوي يشوفوا طبيعة صراحة بادية مزيونا مازال كل شي صغير ولكن الحمد لله كيف ما كتشوفوا الخضورية الخضورية كينا الله يكملوا بالخير يا رب العالمين والله يعمر قلبنا بالله سبحانه وتعالى ويرحمنا ويعطينا الفاش الخير ان شاء الله هنا مرة مرة كان نقطع يعني كان نقطع للتصوير كان وصل الشي بليسات وغير باش ما نطويلش عليكم مشيكم الفيديو طويل هنا زيتون الحمد لله بدك يخضار راه كنا نادزنا وولقينا بدك يشحف يعني الواحد درجة الورق دياله سفاره الحمد لله بدك يخضار يعني الادنياء بدك تحية ولكن طلبوا الله سبحانه وتعالى يزيدنا من خيره يا رب العالمين هنا قربنا للسد على الفاسي كان حتى وسبق لي صورته لكم ولكن صورت لكم واحد البرتية يعني واحد البلاسة كنت وقفته وصورت لكم وأنا وقفة دابا وحنا راجعين بغيت نصور لكم من هات جهة هادي اللي صراحة فيه مناظر زويونا حتى الناس اللي بغاوا يعني جاهم الفضول أو اللي عجبتهم المناظر ديال هاد البلاسة هادي وكانوا يعني مثلا في مدن يعني بحل كازا ولا رباط ولا ذاك الاتجاه هاداك وطالعين شدين طريقة وجداء بإمكانهم يعني فاش يوصلوا الفاس غادي يخرجوا يخرجوا يطلعوا بحل طالعين سفروا وكان واحد دورة ماكينة بلاكة اللي كدوز على السد على الفاسي والدوز ورها ماكي إما شي جاء شي مسافة اللي طويلة مرها ما طويلة شصراحة غادي تخرجكم في بير تمتم بير تمتم صافيتما هذي كيات طريقة الوطنية صافي وكتبعوها بغيتوا تتولي ودخلوا للوتورود يعني كت مافاش كتخرجوا بير تمتم يعني كتزيدوا حتى كتتلقوا حد البلاكة ديال تاهلة كتقلبوا بحل داخلي للتاهلة ثم ما كتجمروا بدخل ديال لوتورود وإلا بغيتوا تكملوا في الطرق الوطنية يعني في هاد الوقيت الصراحة يعني كي الإنسان كي بغي يشوف الخضورية لوتورود يعني كي الإنسان إلا مشاف الصيف وليها كان زيانة باش كي وصل دغيا ما كيكونوش كترت للفيراجات وديك الشي في هاد الوقت كان بغي يشوف الخضورية كان بغي ينبدلوا الإنسان راكي الصراحة كيكون في الدار كي ييا هنتم كيف مكتشوفوا المناظر مزيون الصراحة هادي دابل الهبطة غدين مقاو إحنا غدين وإحنا هابطين هكا بشوية كتجي الهبطة وإحنا راجعين يعني كتجي هكا هابط ماشي غدينيشا كتجي هابطين شوية كيف مكتشوفوا يعني الطرق كتجي هابطة مكتجيش غدينيشا فيها هنائي كيف مكتشوفوا تصد بدكيبان اللي نهانتهم كي يجي المنظر زوين صراحة إلا بغيتوا يعني تدوزوا من هاد البلاصة من هاد طريق هادي رها ما طويلاش كيف مشرح لكم من قبل يعني ما كينش مسافة اللي هي طويلة تخرجوا من الفاس وتدوزوا بحل طالعين الصفر ولكن ما كتوصلوش الصفر كي نبلك اللي دايزا اللي كتوجهكم وكتخرجوا في صد اللي الفاسي ومن سمسة في الطريق كتوسلكم البرطمطم يعني ما كينش شي تيجاهات اللي هذي تخرجكم ولا غتخرجكم مباشرة في برطمطم وكتبعوه في الطريق الوطنية أنعم بثاني اتمت سامى ذكرها بالخاتمات فحق أن تتصدر فلإبنتي تحفيظ أسمى منزلك وتظل بالقرآن عزا يشترى أبنيتا تحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرة وغدا يفاخر ولديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرة وغدا يفاخر ولديك بفرحة إذ يلبسون التاج منك موقرة إذ يلبسون التاج منك موقرة كيفما كيت رفو السندة وهذا لليسر هاد السد حتى هو نقص ولكن مشي بشكل يعني ديال الاخور هلاش هدا ما كيبانش بزاف هدا كيجي مجموع ما كيبانش يعني داك النقصان دلما جاي ملموس بزاف هو نقص حتى هو ولكن السد الاخور يعني كان عنده واحد المساحة اللي هي كبيرة بزاف والغرق دياله ما واصلش لهذا مجرد ما بدك ينقص خلا داك المساحة اللي هي كبيرة الصراحة ما ما تحملش نشوف هنا داك يعني ما تحملش نشوف يعني السد هكك ملفا نوصل ديك الوساق كلها ما ما شاء الله كلها ما عامرة بالماء غادين وحنا كنشوفو في الماء كينين ذاك المركبة الصغار الناس كيجي والتماء كيجي والتماء كيجي والمكلاء كيلي كيجي تغبدا كيجي يقينهر كامل تماء الناس اللي قرب كيجي والقوتي ديالهم يجي والتماء راها يعني شكل يتقصح بزاف اللي ملف يشوف ديك البلاثة كيفاش كتكون هاد هوا دوما الاشخاص اللي كيتقصحوا بزاف صراحة ما يعني الله يرحمنا برحمة وصافي هادي الهنا القنطرة ديالي سد على الفاسي مناظرة زوين الصراحة يعني ما كتسخاوش تحيدوا يهنيكم وانتو ما كتشوفو سد هوا على اللي سر والجهة اللي من كين هاد البلاسة كانوا كينزلو تمار روحها لراني كنت صورت واحد الفيديو فهاد البلاسة هادي كين تمار روحها لكين واحد الكهف تمو وتمكي ناسو كيف مشتول المناظر هي هادي نتمنى للفيديو ينال يعجبكم ان شاء الله وتعجبكم اي حاجة وكان طلبوا الله يرحمنا والطبيعة دائما كتبقى زوينة بزاف وكانت نفعوا منها والشتوى هي اللي معها الخير والله يعطينا ويعطيكم فاش الخير كنشكركم جزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 شكرا